من بين أروقة البرلمان تتصاعد قضية البرلماني المستقل سجاد سالم والذي أثار تساؤلات في الأوسط السياسية حول عدد الشكاوى المرفوعة ضده سيما مع كتاب التبليغ الصادر عن محكمة تحقيق الرصافة طلب فيه من النائب سجاد سالم المثولة أمام القضاء التهم الموجهة لسالم أهم ويتمثل بالإساءة إلى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس هيئة أركان الهيئة أبو فداك المحمداوي النائب المعروف عنه بمطالباته النيابية الجريئة بحسب مراقبين سيما المتعلقة بملفات لها علاقة بالسلاح واعتراضه المستمر على ألية الاختيار لشخصيات المناصب والدرجات الخاصة وصف محللون أنه ملاحق بسبب صراحته ومواجهته لبعض الملفات السياسية الحساسة والتي تعتبر من التابهات في النظام السياسي العراقي نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي ربطوا قضية النائب سجاد سالم بقصص مشابهة تعرض لها نشطاء سيما الجريئون مع ملف السلاح منهم حيث تعرضوا لملاحقات عبر منصات إعلامية ومن شخصيات سياسية فضلا عن تحريض مستمر وبين هذا وذاك يطالب هؤلاء النشطاء بأن العراق البلد الذي يعيش في ديمقراطية الناشئة لا بد أن تتم مغادرة أسليب الإسكات فيه حتى تنضج تجربته ويكون في مسار الإصلاح الديمقراطي بعد مروره بعهدي الاستبداد والاحتلال ترجمة نانسي قنقر